شكرا شكرا كتر خيركم ويسلم اليدين يا رب ومن بيونس ايريس في الارجنتين ابن جديد لمارادونا من خارج الزواج وهذا هو الابن الثاني الغير شرعي لمارادونا واذا بشد الهمة ممكن يلحق لنا فريق كرة قدم من 11 مارادونا لمونديال قادم فريق متميز وحيكون بإذن الله فريق متميز لكنه غير شرعي السيدة عضت كلبا كبيرا لأنه عض كلبها الصغير السيدة انسانة والكلب الكبير الذي عضته هذه الانسانة اصيب بداء الانسنة وبدأ يعوي بالسياسة الاف التقارير يكتبها المخبرون في الوطن العربي وطبعا ثلاثة ارباعة كزل ومع ذلك ما حدا بيهتم فيها واحد فقط امريكي اسمه ميتشيل اجل عنه وكتب تقرير واحد ولأنه مصابين بعقدة الخواجة كل الحكام العرب طالبوا باحترام تقرير ميتشيل فعلا لا كرامة لمخبر في وطنه في بلد عربي نفى مسؤول في وزارة الداخلية ان تكون الشرطة قد اطلقت الرصاص على صدور المتظاهرين والصحيح ان المتظاهرين هم الذين وضعوا صدورهم في طريق رصاص الشرطة خوفا خوفا على رصاص وطنهن ان يضيع هباء بعد الفيلم الذي انتجته البي بي سي عن مذبحة صبرة وشتيلة التي ارتكبها المجرم شارون في بيروت صرح السيد اليح بيقة انه مستعد للمثول امام القضاء وفضح الجميع اخشى ما نخشاه ان يكون بين هؤلاء الجميع شرون او شرونات او شراوين عربية اثبتت احصائية علمية ان طوال القامة يعيشون عمرا اطول من قصار القامة مواطنون عرب ركضوا الى شبكات الانترنت ليعرفوا اطوال قامت زعمائهم بدون كعب في المانيا وفي حفلة منقولة مباشرة على احدى محطات تلفزيون تمكن المواطن الالماني هلمان بريشت من التهام مئة مصباح تهربائي يعني مئة لمبة الشرف لعنه والمخابرات حيضووك الارجنتين تضع رئيسها السابق كارلوس منعن في السجن وتجمد املاكه بعد اتهامه بتشكيل عصابة من المنتفعين اثناء حكمه يظهر في نية لتبديل المواقع بين زعماء العالم وعلي بابا علي بابا لا تخاف من الزعمة لانه الاربعين حرامي جاهزين خلال حفل عشاء رسمي ودولي سيقام في هانوي تخطط فييتنام لاجراء مسابقة تجعل ستة وعشرين وزيرا للخارجية يستعرضون مهارتهم في الغناء والرقص نحن العرب لم ندعى لهذا المؤتمر كي لا نستأثر بكأس الهز اصدر وزير الاوقاف المصري قرارا بتحديد زمن خطبة صلاة الجمعة بعشرين دقيقة كحد اعلى للتيسير على الناس موضحا ان البلاغة في الاجاز اتمنى لو يسري هذا القرار على الخطابات الرسمية ايضا يسر علينا يسر الله عليكم قولوا امين وعلى ابنائكم وبناتكم وعلى احفادكم وقرة اعينكم وعلى اخوتكم واخواتكم لانه من اول كأس ما تجربونه ومن اول عبص وراء الميكروفون ومن اول عبص تطلقونها علينا نعرف ماذا ستقولون وماذا تضبرون نحفظها عن ظهر قلب فلا داعي للتطويل اطان الله عمركم فوقتكم من ذهب ووقتنا من فضة والفضة ارتفعت اسعارها حسب داو جونز اعانكم الله علينا واعاننا عليكم انه سميع مجيب تعليقات وردتنا من المشاهدين طبعا بتشكر كل المشاهدين اللي ارسلو لنا برسائل او فاكسات للبرنامج تعليقات المشاهدين من مصر اثناء عبور جنازة لسكة الحديد داهمها قطار ونجى المشيعون بعجوبة عندما ركضوا بالنعش مشيع ظريف علق قائلا الميت دا اتكتب له عمر جديد من اليمن من اليمن قرأ مواطن يمني خبرا من كوبا يفيد بان زعيم كوبا السيد فيدل كاسترو رشح شقيقه الرؤول لخلافته علق اليمني الظريف يظهر رب العالمين مطعموش ابناء التعليق على الاخبار على مسئولية انتهى وهلأ على مسئوليتكم انتم ايها الحضور الكرام علقوا على الاخبار التالية ملابس الانتفاضة تدخل عالم الازياء الغربي تكاليف حلاقة المقراحي في السجن تثير ضجة في سكوتلندا مليارات الدولارات قيمة الاموال المتداولة في سوق المخدرات والتعارة في اسرائيل الساعد القذافي الكلام عن خلافتي لوالدي سابق لأوانه شكرا لتعليقاتكم الحلوة والزكية وتسفيقة تحييه لكم مرحب فيكم مرة تانية وأهلا وسهلا فيكم بدي حكي لكم قصة زواجي أنا بسنة 63 كنت خاطب زوجتي وكاتب الكتاب يعني زوجتي بس مسألت الدخلة للسماء على النعنا بس هي شرعا زوجتي طبعا شو هي الدخلة ها الدخلة شوية عن الدخلة تاني دخلة ع اليمين بقى بي ليلة بسنة 63 ليلة 3 سنة كنا سهرانين أنا وياها يبدو أخذنا الشوق وقلت الله شو رايك هلا تتزوجي الليلة قال إيه ورحنا على البيت كان الشقة جاهزة وتجوزنا الصبح أما عم تدق على الباب فتحت الباب أما عم تبكي قالت لي هلا وينها لا هلا برجت على البيت قالت له صارت مدامة لا هلا ولكذا السنة قالت لي مرتي حرقه بقلبي أنه ما لبست فستان العرس كنا دايما تقلي حرقه بقلبي فستان العرس حرقه بقلبي فستان العرس ففي مرة جينا هيك نعمل زيارة لأختي هون سبقتني زوجتي قبل أسبوع أنا كان عندي تصوير بعد أسبوع جيت تحت بيت أختي في استوديو فتغراف ما رأي أنا بدي فوت لبيت أختي ولا شفت بالستوديو صورة مرتي توب العرس أنا لحجن قلت يا أمة متجوزة علي سابقا وعطوني إياها سيكند هاند يا أمة متجوزة بيه الأسبوع اللي غبته أنا طلعت عالبيت شو هدا صورة مين هالصورتي خيف الشي تخلقي استهارت فستان أختك وتصورت فيه شو أهمية فستان العرس الأبيض للحروس مع أنه هي بتبقى عمط مط وكذا فستان بيقيد حركتها ومدري شو بيخليها غير شو أهمية هذه المسألة يمكن ستات يحسوا به المسألة أكتر من هنا يمكن يشغل كتير مهمة أنه دائما الأول ما بتخلق الطفلة صغيرة بيقولوا لحن نشوفك عروس يعني كلمة العروس من الطفولة للقبر على طول نشوفك عروس عروس فأكيد عروس بلا فستان عرس وطرحة بيضة مش عروس يعني هلا كل الفتاة عندها حلمة فستان الأبيض والعرس بس يمكن أنا بالنسبة لقلي إذا بتخيرني بقلك لا يمكن بلبس بلوز وجينز وبتجوز هلا بس بذات الوقت كمان بقلك لا كمان بحب شوف حالي بفستان عرس وطرحة وهيك فا الرمز العروس رمز حلو يعني إما بكون ناطرة لتفرح فيها وكل يعني اسم عروس فهي طرحة بيضة وطرحة بيضة أحسن جيبي الحالي يعني يصير نوعي من هون طرحة متاحة جينز هذا اللي حاعده وطرحة من فوقه طرحة متاحة لا هو أنا شايفة أن البنت بتتولد وهي بتحلم بفستان العروس بدليل حتى كل سنة لما بتعمل عيد ميلادها البنت وهي صغيرة تلبس فستان أبيض في عيد ميلادها فدا تدعيم لحلمها الكبير إنها تلبس فستان الأورس بس فيه بنات فعلا ما بتحبش تلبس فستان الأورس وبعدين أنا شايفة أن فيه أبعاد كبيرة قوي لمسألة فستان الأورس يعني مثلا فيه بعد شكلي يعني فيه بنت تبقى طخينة فتحاول أنها تلبس فستان يطلحها شكلها أرفع فيه بعد مادي إن مثلا لو فيه حالة يعني فستان الأورس بيبين الحالة المادية للعريس والعروسة لو هم أغنية ده بيبين في فستان الأورس ولو هم حالتهم متوسطة ده برضو بيبين إن هم بيختاروا فستان أقل تكلفة أو يحاولوا يستعجروا فستان مسألة تنظرة يعني بالتالي هي تباهي طبعا يعني بالنسبة لأهل العروس تباهي بس بالنسبة للعروس شغلي في داخلها طبعا بالنسبة للعروس خسارة طبعا بس هو الحادثة اللي عندي كان صارت نفس الشيء إن زوجتي إلى الآن ممعتبرها نفسها متزوجة يعني لأننا احنا تزوجنا في سنة التسعين في سنة الغزو يعني فتزوجنا هيك بدون زواج وبدون لبس العروس الأبيض فإلى الآن كل ما تشوف صورة كل ما تشوف تبكي ونعلاحي ما تزوجت يعني بس أنا أعتقد إن دائما الحلم هذي عندي الحلم المرأة إنه أحلام دائما هي ليلة واحدة يعني واحد ينام يحلم يعني فهي ليلة واحدة تحلم يعني وتلبس الأبيض يعني وبعدين بعد الليلة هذي طبعا تلبس أسود إلا أن تموت تلبس أبيض مرأة وإذا ما لمست أسود عيش عجسودة يعني بعدكم مزوجين إنتي وزوجتك إيه بعدكم مزوجين بس الحمد لله طبعا بس الحمد لله طبعا شو لا يفعل شعوا تجوزوا مرة تانية أو لبسها بسطنة ما كلا نسود شري يعني بس إلا أما راحك يعني إلا أما راحك يعني لا صورك لا صورك لا صورتنا بالورطة يعني أنا أول زواج زواجت أمريكية هناك ما مهم اللباس العروس أو أيضا بعدين لمن زواجت من السيدة عربية طبعا تاني زواج عيب واحد يلبس نحن يعني بانا لكن للآن حلم أكيد بس وين عرفت قيمة التوب العروس؟ لمن زوجت بنتي أيوة طح يعني أصبح شيء يعني لابد وأنا طبعا بنتي وبتتزوج وبنتي إجت من أمريكا وتزوجت عربي بلبنان اللي بدي إياها تزوج عرس تصطان عرس أي شيء لكن يصبح رمز دائما هو رمز للفتاة إنه هي يعني بنتك كانت مصرعة توب الأبيض العرس الأبيض مصرعة رغم أنه هي ترباية أمريكا وما عنده نياها بشيء أو أجت هون استشرقت طبعت واستشرقت بتأثير ما هذا لذلك ترضي العريس أيضا وكان العرس وكان لبسة أبيض كمان يعني بتحافظ عليه الآن كرمز بس أنا هون في شغلة بس بدي أولا إنه ماشي عروس إنه فصان عرس غني أو فقير يعني بالنهي لما تشوفي فصان أبيض بتقولي عروس يعني كل شيء أبيض حلو عروس ما بيفتكر كتير إنه إذا لازم يكون فصان تقيل يعني هي العروس مفسوط أنهي عروس لبسة أبيض وبس هذي فرحة بس ايه بس في ناس يعني بتلاقي بيبالغوا بمسأل فقال العرس وتكاليف وبيقولوا ايه أنا خيط لي في أياه فلان فلان المشهور يعني أنا لفت نظري مثلا فستان الأميرة ديانا الله رحمه كان فستان فضيئك يعني مصروف عليه فلوس أكيد نشو لعيلا نشو لعيلا نشو لعيلا نشو لعيلا نشو لعيلا لا وبس هو كمان يعني إنه قداش بيتكلفوا عليه مش هان تلبسه ثلاث أربع ساعات وتخبيه طول العمر ما هي أحلى لحظة لحظة هذي اللحظة الوحيدة يعني عروس وفرحة وأهلة ومثل ما قال ليك شو حسب السعادة لما شف بنته فمثلا ديئمة بتسعد كمان ما تشوفني بالعروس كل إنسان بيمبسط يشوف ابنه أو بنته بهالفرحة يعني كون عروس بيعطوه عروس يصغير لعبي ولو بتكبر بالعروس طيب الطرحة ليش؟ بيع العصر هي لا العريس يتهدى فيها أنا بتيالي هي معمولة بس عشان العريس يرفحها ومسؤورة العروسة بس هاي كان زمان ومازال ستروجينة كان زمان الأهل يختبونه للابعين وما يشوف العروس فهي مشان ليلة العرس يشوف يا رصيد تبعه يرفعه يا رب يا رب بس هلا بيبقى شايفك طبعا